أنهد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب عمده وجعل عمده آية ودعاة لأهل النبي وأشهد أن لا إله في الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلطه ومناتكته والصالح من خلقه عليه لما وحمد الله وعرف به ودعا له اللهم على ذاته وأصحابه وعلى ساكر من قتف أثره واتبع من هجمه بأجسال إليه دين أما رأى الله فما زال الحجيز مستجراً عن واحد من هؤلاء المخيار مدرار مظهار الذين صدق فيهم قوة تجل على من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من صدقوا ما عاد الله عليه فمنهم حنقضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تغفيله عن واحد من هؤلاء الأخيار الأبرار الأظهار الذين تغفوا على يم النبي المهدى صلى الله عليه وسلم إنه تقي النقي الزاهر الوريح إنه ترميذ بينه النهوة الذي تغفى على يم النبي صلى الله عليه وسلم وكفى إنه رجل الذي اضطر يوماً أن نذكر مناقبه فقال محمد النبي أخي وصحي وحمزة سئيل الشهدات عني ويأخر الذي ينسي ويضحي يطير مع الملاذكة من ألمي وجند محمد ستني وزوجي منوغ لحمها بدمي ولحمي وصفطا أحمد ولدان منها فأيكم له سهم كسهمي نعم إنه أسد الله الغالب علي وبي طالب رضي الله تعال عنه آهار نقدمه للناس قدوة طيبة ومسلا أعلى لا سلم ونحن في زمان قد قبل فيه القدوة بالنهية وقدم فيه التافهون والفارغون والساطقون ليرجون القدوة بالنهية كفرى وإنا لله وإنا إليه رجعون فسيئون علي وآبي طالب موضي الله تعال عنه آهار أسلم وهو في العاشرة من عمره وهو صبي صغير فأمي الله تعال عنه آهار كما في الحديث الذي رواه الإمام الدرزي بسنة الحسن من حديث زيب زيب بأرض وما رضي الله تعال عنه آهار قال علي أول من أسلم علي أول من أسلم أي من الصريان وسيدنا أبو بكر بن الصفير أول من أسلم من الرجال والسيدة غديدة أول من أسلمت من النساء وسيدنا علي وآبي طالب رضي الله تعال عنه آهار أول من أسلم من الصريان وفي يوم هجرة تتجلى قولة أسد الله الغالب رضي الله تعال عنه آهار وهو في الثالثة والعشرين من عمره يلآن في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتشكر قربه الأخر وهو يعلم يقينا يعلم يقينا أن المشركين سيصلون إليه وربما يقتل ولكن فلتهم نفسه إذا جادت فداءا من نبي صلى الله عليه وسلم وفي العام السابع الهجرة بغزرة خيفة تتجلى قولة أسد الله الغالب وتظهر مكانته عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الصادقين الذين قال لهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي المولاه من كنت مولاه فعلي المولاه وكانت خيضر آخر معقر لليهود من المدينة وكانت من أشد معاقر اللهود تحصينا وقال حصار النبي صلى الله عليه وسلم لخيضر فشقا زادنا على أصحاب Passatم صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم اسمع خلاب له الشهادة من الصادق الذي لا ينفق عنها صلى الله عليه وسلم وا الحديث الصفحي من حديث سهل ومساع السعيدين رضي الله تعال عنه ومارباه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عليه قال صلى الله عليه وسلم لأعطي النراية أغدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله لأعطي النراية أغدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أي من قرر وأي فضل وأي شرف بعد هذا الشرف لأعطي النراية أغدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وهذه شهادة من الصادم الذي لا ينقب عن هوى صلى الله عليه وسلم حتى تضلع الصحابة جميعا إلى الممارة في هذا اليوم وجاء أن ينالوا هذه المنطبة وهذه الكرامة وهذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصباح تضلع الصحابة جميعا من هذا القاضي الذي سيستحل له جل وعلا على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله وشفى السكون خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عجلنا بطالب نعم إنه القائد إنه الفاتح الذي سيستحل له جل وعلا على يديه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أي علي ما بطالب قالوا لم يأتي يا رسول الله تشكر وجعا في عينه قال أرسلوا إليه فأدى سيد معي المؤبي طالب فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على عينه فبئلت كأن لم يكن بها وجعا صلى الله عليه وسلم وقال سيد معي المؤبي طالب كما في راية الإمام مسلم على ما يغاطر القوم يا رسول الله قال قاتلهم حتى يشد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك فقد عصروا منك الماءهم وأموالهم وحسابهم على الله جل وعلا وفي رواية الإمام بخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علينا بطالب فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك رجلا واحدا خير لك رجلا واحدا محمد بن مسلمك على المدينة ويخلف سيدنا علي المؤبي طالب رضي الله دعا رحمه الله على نهده وعلى الصبيان رضي الله وهو المجاهد وهو الطائد وهو الفاتح فيسروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله تخلفني في اللساء وفي الصبيان يحقق من المشركة في المعركة اسمع ما سقال له صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدك صلى الله صلى الله عليه وسلم وعلى الليل تجري سريعا ويقرد شيء عين ابي غارب في سبعه من الصحابة للدفاع عن سيدنا عثمان كما بيّنتوا في الجمعة الماضية ويقول شيئنا عن أموات غالب سيدنا عثمان مرمى فالمقاتل إلى أمير الملمين فإني أرضون سيغفروك اسمع ما زقال سيدنا عثمان وهو المبشع بالشهادة من الرسول الله وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر الله وهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقاطل قال أقسمت على من كان لعيه حقا إلا ومن سيفه وعاد إلى بيته فلا أحب أن قد الله يعاطي قطرة جميل من مجيء المسجد رضي الله عن سيدنا عثمان ورضي الله عن سيدنا عثمان أبي طالب رضي الله تعالى عنه الله ويغفتل سيدنا عثمان ويباجع سيدنا علي مابي طالب رضي الله تعالى عنه الله بانخلافه يباجره المهاجرون وتنصار وسيدنا قلعة وسيدنا زبير ورقب سيدنا معاوية ابن أبي سفيان أن يباجع سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة ويغفت أن أقول لم يطالب سيدنا معاوية بالخلافة لم يطالب بالخلافة إلى نفسه وإنما رقب أن يباجع سيدنا عليه حتى يقيم سيدنا عليه الحد على قتلة سيدنا عثمان لسيما وقد أرسلت إليه السيدة مائلة زوج سيدنا عثمان قميص عثمان الذي قتل فيه رضي الله تعالى عنه الله وفيه مصابعها التي قبعت وهي تلافع عن سيدنا عثمان النعفان رضي الله تعالى عنه الله فلما رأى سيدنا معاوية القميص علق القميص على مسجد ومن بل المسجد في مشفين وبكى بكافاً شديداً رضي الله تعالى عنه الله وبكى الصحافة جميعاً وبايعوه على الفلافة لا وإنما بايعوه على أن يقيم الحد على قتلة سيدنا عثمان ويدحن سيدنا عثمان وسيدنا الزبير على سيدنا علي بن عثمان رضي الله تعالى عنه الله ويرطوب منهم أن يقيم الحد على قتلة سيدنا عثمان ويرطوب سيدنا علي بن عثمان ومن فيك في علم ومن في علم ومن أعلم بفتاك الذي ذل وعلا في هذا الوقت من سيدنا علي بن عثمان رضي الله تعالى عنه الله قال سيدنا علي إني لا أملك القوة الآن التي يقيم بها الحد على قتلة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه فلغض سيدنا قددها وسيدنا زبير ويخرج إلى مكة وكان السيدة عائشة لقدر الله بمكة تؤدي مناسك الحد فلغنا علمك بمقتل سيدنا عثمان عثمان اخذت تستنهر الناس للمطالبة بيقامة الحد على قدر سيدنا عثمان. فزهب اليها سيدنا ضلحة وسيدنا الزبير. وقال السيدة عائشة نذهب من المدينة. وقال سيدنا ضلحة وسيدنا الزبير. اننا لا نملك القدرة بمن معنى ان نقيم الحد على تلك الوضب المدينة. هذا اعتراف صريح منهم. بانهم لا ليس عندهم القدرة. وليس عندهم اللوة. ليقيموا الحد على قدر سيدنا عثمان عفان رضي الله تعالى عنه عرضاه. فقالت السيدة عائشة فالى اي من? قالوا الى الدسرة. فخرجت السيدة عائشة الى الدسرة. وهي تكبر رضاهم الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواه الا من امر بصبقة او معروف او نصدار بين الناس. فمرت على عين ماء لبني عادر. فنبحتها بثلاثة. وقالت ما اظنني الا راجعة. قالت اي عين اي ماء هذا? قالوا ما تسمى بماء الحوء. قالت ما اظنني الا راجعة. والحديث روهم ابي شيفة في مصلمه بسند صفيح. بل وستعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في نسنة البزارة وعند النام احمد بسند صحيح. قال يوما لامها في المؤمنين. اي تكون صاحبة الجمل الاذبب. اي كسيت الشعر. تخرج فتنبعها كلاب او اذبب. يقتل عن يمينها وشمائها خلق كسير. وهدت بعدما تابت ان تهدن. صلي عن الصلاة. صلو خارجه وسلم. هذا قبل الفدل بسنوات. اي يتكون اي يتكون عنها وعن شمالها. خلق كسير. وتنجو بعدما كادت ان تهدن. وقالت ما اظنني الا راجعة. فالح عليها وقال نحن ما رجنا الا للاصلاح. فذهبوا الى البصرة. وقال سيدنا علي المؤفضاء ابن رضي الله جعال عنه الله فاراد ان يذهب والآخر الى البصرة. فقام اليه سيدنا الرحيم سلاما. واخذ بفرقاب الدابته. واخذ يستخدمه ويقول له. اخشى يا مير المؤمنين. ان خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان لا يعرض اليها سلطان المسلمين مرة اخرى. فقال انا ما فرجوا جدا لناصلاح. وفرج سيدنا علي ام ابي طالب رضي الله تعالى عنه والله الى البصرة. وارسل الى السيدة عائشة القعقاع ابن عم. فقال سيدنا القعقاع لام المؤمنين عائشة. ما الذي جاء بك الى آيات الماء. قالت ما جلت الا للاصلاح. فقال ارسلي الى طريحة والزبير. فارسلت الى طريحة والزبير. فقال اني سألت امنا ام المؤمنين عائشة. وقلت لها من الذي جاء بك الى هنا. قالت ما فرجت شد بالاصلاح. قال ورحموا الله ما فرجنا الا بالاصلاح. فقال سيدنا القعقاع وعلى اي شيء يقوم بالاصلاح. قالوا على ان يقيم علي الى الحد على قتلة عسنان. فلو تركنا ذلك كان دركا منا للقرآن. اسمع الى الفترة. والى العلم. قال سيدنا القعقاع ابن عمر لقد قتلتم قتلك عسنان من اهل البصرة فقط. فضرب لهم ستة الآلاف. فلو توقتموهم وقعتم فيما تقولون. وان قتلتموهم وقعت فتنة هي اربا واقصد من الكلة. لان ضغط فتنة. فقال السيدة عائشة فماذا تقول انت يا قعقاع. قال ارى ان الامر دواؤه تسجين. فكونوا مفاديها خير. ولا تعرضونا للبلاء. فانما حدث امر عظيم. وانما اخر عليه. اقامة الحد على قتلة عسنان حتى يتنجل من ذلك. قالت اذا كان الامر كذلك فقد تم صرح. وانزلت السيدة عائشة القعقاع ابن عمر لسيد علي ابن نادي ظالم. ليخبره بان السيدة عائشة وسيدنا طلحة وسيدة من زبير ما خرجوا الا للاصلاح. وبات الفرق قيم باسحى الليلة. ولكن هناك خريق خطيص. خريق ابن السوداء. عبدالله ابن سبب. عليه من الله ما يستحق. قال ان علي اعرف الناس لكتاب الله. وسنجمع الناس علينا. والناس جميعا يريدون قبلنا. قالوا اذا الحقناه بصاحبه. حتى قبلنا. قال اذا ادلنا به جميعا. لانهم ادعوا انهم ما خرجوا الا ليردوا الحق الى عليم من سيدنا عثمان. وان سيدنا عثمان قد وسب على اول هذه المهمة. فقوموا فوقوا الحق الى صاحبه. اذا سنتشفوا الرقم. وسيكون الممر واضحا جليلا لكل زي عينين. قام هذا الخبيث عليه من الله ما يستحق. وقسم فريقه الى قسمين. وامر كل فريق ان ينطب على فريق السيدة عائشة. وفريق سيدنا قلحة والزبير. وفريق سيدنا علي. في جنح في جنح الظلام. فظن كل فريق ان ما تم بالانس كان فدعة الكبر. ودارت معركة الجمل. وكاد السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والله ان تهلك وان تقتل. لولا ان نجاه الله جل وعلا. وفي الصباح يزنه سيدنا علي النؤدي طالب الى ام المؤمنين عائشة. فهو خير رجال رضي الله تعالى عنه والله ليطلقن عليها. واسمع الى هذا الحديث الذي يعرفه النام انطبراين. والحاكم والبيهقي رسنة صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما الى عائشة. وابتسم صلى الله عليه وسلم وقال يا علم لعله يكون بينك وبينها امرنا. قال انا يا رسول الله اني اذا لاشقاه. قال لا ولكن اذا حدث هذا فاحسن اليها. صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا حدث هذا فاحسن اليها. فزهد سيدنا علي المؤبطان لينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لها كيف حالك يا امه. قالت بخير ان شاء الله. قال غفر الله لك. وزودها بما تحتاج اليه من زاد ومداع. وارسل معها اخوها محمد ابن ابي مكة. فخرجت من البصرة الى مكة. ومن مكة الى المدينة. ولم تخالق بيتها رضي الله تعالى عنها وارضاها. حتى لقيت ربها. وكانت اذا تذكرت هذا اليوم بكت بكاءا شديدا حتى يدل ثمارها رضي الله تعالى عنه وارضاها. ولما رأى سيدنا علي المؤبطاني. قد يد ابن عبيد الله مجدلا في التراب مقتولا. والزبير من عباد مجدلا في التراب مقتولا. قال اللهم اني اشهدك اني لم قلد هذا. اللهم اني اشهدك اني لم قلد هذا. اللهم اني اشهدك اني لم قلد هذا. وددت اني مدت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وددت اني مدت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. رضي الله تعالى عنه وارضا. نكمل بعض المنسية الاستراحة. اقول ما نسمعونه واستغفر الله جل وعاكم. استغفروه وانه هو بخوره. الحمد لله والدفر. صلاة ومصلاة على ربادنا من اصطحان. راحة الاسم الثلاث. راحة الاسم الثلاث. راحة من عبوره ورسوله. ويسهد سيدنا عن المنطي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه الى بلاد الشمان. لقلاقات سيدنا معاوية ابناء سنزيان رضي الله تعالى عنه وارضاه. لا بد ان تعلم هذا. فسيدنا معاوية كاذب من كتاب الوحوة. وصحابي من اصحاب البيت صلى الله عليه وسلم. وانما ما حدث كانت ابنة عظيمة. وقد اخبر صلى الله عليه وسلم عنها لانها امارة وعلامة على مال الساعة. وقتال في اتين عظيمة من المسلمين. يسهد سيدنا عنه وارضاه الى سيدنا معاوية. رضي الله تعالى عنه الله. ويرسل رسلا سيدنا علي يطالب سيدنا معاوية بالبيعة. وسيدنا معاوية يطالب سيدنا علي ان يقيم الحد على قتلة عثمان. فيرسل سيدنا علي وتدور معركة نهرة معركة ستين. وكاد المعركة ان تحسن لسيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه رحضا. لو لقى رفع عهد الشام المصاحف على اسينة الرماح. فير سيدنا علي ان يحمله. وهو اعلم الناس لكتاب الله. فنزل على رأيهم وتحاكموا الى كتاب الله. وهنا تظهر فرقة خطيسة. تخرج من قيش سيدنا علي ابن ابي طالب. الا وهي فرقة الخوالج. اي الذين خرجوا على سيدنا علي ابن ابي طالبا وستعجب. ان قلت لك بانهم كفروا سيدنا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم الله. ويؤسل سيدنا علي سيدنا عبدالله ابن اعباس الى الخوالج. فيقول لهم سيدنا عبدالله ابن اعباس ماذا تبتمون على ابن عم رسوله الله صلى الله عليه وسلم. قالوا حكم الرجال فيه الله والله جل وعلا يقول ان الحكم الا لله. فقال سيدنا عبدالله ابن عباس وانظر الى العلم. وانظر الى الفقه كيف يبدد ضرام الجنة. قال اتحكيم الرجال في دين الله لحق لدمان المسلمين اولى? ام تحكيم الرجال في ارنب سمنه ورب ذرهم اولى? قالوا اين ذلك في القرآن يا ابن عباس. قال في قول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقطروا الصيد وانظرهم ومن قتلكم متعريدا كجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذا وعد منهم. وقد حكم الله جل وعلا رجال في الصين بين رجل وانرأة. وان كنتوا انشقاط بينهما فبعثوا حجبا من اهله وحجبا من اهلها. قال افرشوا لهذه. قالوا اللهم نعم. قالوا 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 قادروا قادر قوما ولن يكفي سلام ولن يكفي الاموالهم. فان كانوا نسلمين فقد حرم الله جل وعلا عليه اصلا قتاله. وان كانوا كافرين فقد حلت له اموالهم ونساءهم. قال اتريدون ان نأخذ ام المؤمنين السيدة عائشة في السبيل. ان قلتم هذا فما اكتفرته. والله يدعى يقول النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. وازواجه امها هم. اي سيدة سيدة عائشة هي ام للمؤمنين جميعا. اتريدون ان نأخذ امهم ام المؤمنين في السابق. ان قلتم هذا فقد حرتم. قالوا اللهم لا. قال اردت من هديه. قالوا اللهم نعم. قالوا تنازل عن صفة الامارة. فان لم يكون اميرا للنؤمنين فهو امير للكافرين. قال اتنازل عنه. عن الامارة لحق للماء المسلمين ان تنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفة الرسالة. والحديث في الصحيحين. من حديث براء عازم. وكان الكاثب يوم اليوم سيدنا علي المؤبي طارق. قال النبي يا علي يا علي اكتب بيننا وبينهم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبيل بن عمر. اما الرحمن فلا ادى له. ولكن اكتب ما كنت فاكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سبيل بن عمر لو كنا نعلم انك رسول الله. ما قاتلناك. وما صدناك عن البيت. ولكن يكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله. اسمع ما زقان صلى الله عليه وسلم. قال يا علي انفه. قال لا. والله لا تنفوك ابدا يا رسول الله. قال اشهد لي على هذه الكلمتين. فاشار سيدنا علي فما هم النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي غير برواية الصباحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي. يا علي لعلك تضر الى بسمها يوما. صمع الصرف. يا علي لعلك تضر الى بسمها يوما. صلى الله عليه الصرف الصرف. الذي لا يطلق عن هوا. هذا قبل الفتن بسنوات. صلى الله عليه وسلم. فرجع مع سيدنا عبدال بن عباس ستة آلاف من الخوارج من الذين كانوا يكفرون سيدنا علينا بظالب رد الله تعالى عنه الله. وفي عام أربعين من الهدى. يخرج سيدنا عينا بطالب رد الله تعالى عنهم الله. ليوقد المسلمين بصلاة الفجر. فيضربه هذا الخبيس عليه من الله ما يستحق عبدالرحمن بن ملجم على رأسه بسيف قد شهده في السن أربعين يوما. واسمح لهذا الحديث. وهو خديث صحيح بمجموع قوقه. الحديث أبو رد الله تعالى عنه الله. قال كنت جارسا يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عليهم أبي طالب مسلم على نبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا علينا. يا علينا. أتدري من هو أشقى قال الله ورسوله أعلم. قال أشقى الأولين على قرناء. قال أو تدري من هو أشقى الجافلين. قال الله ورسوله أعلم. فأهو النبي صلى الله عليه وسلم على لحية سيدنا عليه. وكانت تحيته رد الله تعالى عن مرضه تصل إلى صوتك. رد الله تعالى عن مرضه قال الذي يخذب هذه من هذا. وأشار على رأسه. أي الذي يضربك على رأسه حتى يسير الدم على لحيةك. صلى الله عليه الصالب. قال سيدنا أبو قال الله ما أحطى صور الله صلى الله عليه وسلم الموضع الذي أشار إليه. الموضع الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم هو نفس الموضع الذي ضرب عليه سديقنا علي بن ربي الله إن رضي الله تعالى عنه الله. ويكمل الأسهل إلى عليهم. ويستدعي أولاته ويوصيهم بهذه وصية الجميلة. اتقوا الله ولا تقولتم نحلا وإنتم نزلمون. واعتصموا بحب الله جميعا ولا تخرقوا. الله الله في القرآن. لا يصدق لكم إلى العمل صادق. الله الله في الفقار والمساكين. الله 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 في الفقار والمساكين. شاربوهم في أموالكم ومعاشرهم. مروا بالمعروف وانهوا عن منكر. وأفصد الله تعالى عنه وأرضاه ورده الشهادة. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد الرسول الله. حتى قضرتوه إلى بارها. في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما أخبر بسنة الصلاة والذي لا يقوم عنها صلى الله عليه وسلم. أبو بكر في الجنة. وعمر ابن الله في الجنة. وعثمان معبار في الجنة. وعلي ابن أبي طالب في الجنة. صلى الله على الصابق صلى الله عليه وسلم. ويمني الله جل وعلا على أمة الإسلام. بالحسن ابن عين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيتنازل عن اختلاف. بسيدنا معاوية ابن أدي سبيان. كما أخبر بذلك الصالح. التي لا ينفع عنها. كما في صحيح البخاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم. حمل يوما الحسن على يديه. وصعد إلى المنبر. فأخذ ينظر إلى الناس. وينظر إلى الحسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم. إن ابني هذا سيد. إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله جل وعلا به بين أبين عظيمتين من المسلمين. صلى الله عليه وسلم. فلم يخرجهما النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام. بل ولم يخرجهما ربنا من الإيمان. قال الله. وإن طارفتان من المؤمنين اقتتلوا. فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التي تبغي حتى تتيني أي إلى المربا. فإن فات. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصئوا. إن الله حبو المقصودين. أعقوا ضريبتهم للدين لذنهم. ولحمد زلم ونصر حبي أفواها مؤفدة. عاش وحد البأسات والنعمات الأسوالة. الليل يعرفهم. يبكون في وجل. والحرب تعرفهم. بالغرب رسالة. والله يعرفهم. أنصار دعوته. والناس يعرفهم للحرق أعوالة. قلوا ما تسمعون ما استفروه للعائد لكم. استفروه منهم والضفور رحيم. الله عطفنا والحمنا. وعافنا وفأنا. على راعد كاعنا. اللهم رسلنا ذنمة وما قرر إليها من قول معرض. ومنبك الله أيهنا من النال وما قرر إليها من قول معرض. الله من صعيفان والمصرحين في فلسطين. ومن صرفان والمصرحون في ملاد الشام. ومن صرفان والمصرحين في كل مكان. ومحب الله الله الحم فتاهم. ولو تره пятين. وعالك cured. كissance الله محافظة أهلها. الله كcciones بالسنا نحبات höعينة بيborough ودعا يصدر أننا نمانا سفار وفار مسائل الذات المسلمين مقول ما تسمعون أسفر الله جل وعلا دولكم هذا ما تسر إراده وتهيئا العداده وعن الله جل وعلا قوله فالأيان من توفير من فمن الله رحبه وما كان من فضائنا وسهلنا ونسيان فمنهم من شيطان معقول بالله جل وعلا فنذكركم به ونساء ناطم الصلاة